بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد فغفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين قال المصنف راحما الله وإياه مسألة فعله عليه السلام يخص العموم عند الأئمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين نكمل ما وقفنا عنده في الدرس الماضي وهو حديث المصنف رحمه الله تعالى عن المخصصات المنفصلة وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى خمسة وشرع في ذكر السادس وهو التخصيص بفعله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا المخصص ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأئمة عليه وقوله الأئمة الهنى عهدية بمعنى الأئمة الأربعة فإنه هو المشهور والمعتمد عند أصحاب أبي حنيفة وعند المالكية والشافعية والحنابلة وليست للجنس لأن من أهل العلم انخالف في هذه المسألة فقد نقل عن أبي عبد الله الجرجاني الحنفي أنه نقل عن بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص العام وإنما الأصل أن فعله عليه الصلاة والسلام إذا خالف النص العام فإنه يكون محمولا على خصوصه صلى الله عليه وسلم به يقول المصنف رحمه الله تعالى فعله عليه السلام يخص العموم المراد بالفعل الفعل الذي يخرج مخرج البيان وقد تقدم معنا عند الحديث عن السنة أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنواع وليست نوعا واحدا وأن الذي يكون منها مؤثرا في الخطاب وتنبني عليه الأحكام ما خرج منه صلى الله عليه وسلم مخرج البيان لتبين للناس ما نزل إليهم وقول المصنف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام تقدم التنبيه والإشارة إلى أن بعضا من أهل العلم كره هذه اللفظة كما نقل ذلك ابن الصلاح في المقدمة وغيره وذكروا أن طريقة أهل الحديث أن يقال صلى الله عليه وسلم فيجمع بين الصلاة والسلام معا وذكر بعض المحققين من المتأخرين أن الصواب أن لا يقال بالكرهة وإنما يقال بخلاف الأولى لورودها عن كثير من المحققين المتقدمين من أهل العلم فنقول إن الأولى أن يجمع المرء عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاة وبين السلام وأن لا يكتافي بالصلاة وحدها أو بالسلام وحده وهذا الذي ذكره الحافظ بن حجر وتلميذه السخاوي وغيرهم أنه على خلاف الأولى خلافا لمن أطلق الكرهة وقول المصنف رحمه الله تعالى فعله عليه الصلاة والسلام يخص العموم أي أنه إذا ورد لفظ عام من الكتاب أو السنة ثم ورد فعل منه صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الفعل مخصصا لبعض أجزاء ذلك العام فقالوا إن ذلك العام يخص بفعله صلى الله وسلامه عليه إذن فقوله يخص العموم المراد بالعموم أي من الكتاب والسنة وأما الفعل فلا يخص الفعل فالفعل لا يخص الفعل مطلقا وجزم بذلك الآمد وغيره من الأصورين وتخصيص العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نص عليه الأئمة منهم الإمام أحمد وعليه الأئمة كما عبر المصنف وعليه كل أصحاب الإمام أحمد وقد نص على أحمد على ذلك في مسائل منها أنه لما ذكر أنه يشرع الصلاة على الميت بعد دفنه قال أحمد لا يصلى على القبر بعد شهر على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سعد فإن أم سعد التي كانت تقوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا آذنتموني فأتى قبرها وصلى عليها جاء في الطبقات لابن سعد أن صلاته عليه الصلاة والسلام على قبرها كان بعد مضي شهر فأخذ أحمد وهو المعتمد في مذهب أصحاب أحمد أن الميت إذا دفن فإنه لا يصلى على قبره إلا إذا كان قد مضى على دفنه شهر فأقل فإذا جاوز الشهر فإنه لا يصلى عليه ودليلهم على ذلك أنهم قيدوا العموم ولا تقم على قبره يدل على أنه يجوز القيام على القبر والصلاة عليه قيدوا هذا العموم بفعله صلى الله عليه وسلم فكان فعله مخصصا للأمد والزمان الذي يجوز أن يصلى على القبر فيه وقالوا لأن إطلاق العموم له لوازم الإجماع على انتفائها فإنه قد انعقد الإجماع على أنه لا يصلى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لطول الأمد وإنما يسلم عليه كما فعل ابن عمر فدل على أنه لا يصلى على كل من دفن فلابد أن يكون له أمد ثم بعد ذلك يصلى عليه فوجدنا أن أقرب أمد ما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم إذن هذا نص استدل به أحمد في رواية حنبل على تخصيص العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال القاضي فجعل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر دليلا على المنع فيما زاد عليه لأن الفعل كالقول في أنه يقتضي الإجاب ويخص به العموم فأخذ فعل أحمد أو أصل أحمد من هذه المسألة وكذلك أيضا يعني من مسائل أخرى كثيرة جدا أخذ نصص أحمد أنه خصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمثلتها كثيرة من أشهر الأمثلة التي أخذ بها أصحاب أحمد أنه قد جاء حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما عام وهو قولي والآخر خاص وهو فعلي فالعام هو حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط وجاء في الفعل في حديث ابن عمر أنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس مستدبر القبلة يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام فقالوا هذا يخص العمومة فدل على أن النهي إنما هو في الفضاء دون البنيان إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرما ولا يفعل مكروها وإنما هو دال على الجواز أما الذين يقون إن فعله لا يخصص فيقون هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فكل فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام من الأمثلة كذلك أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيل الثيب بالثيب جلد مئة والرجم فهذا نص على أن المحصن يجمع له بين أمرين ولكن جاءت السنة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم أربعة وكل هؤلاء الأربع الذين رجمهم لم يجمع لهم بين الرجم والجلد فخصت السنة بعض أجزاء اللفظ العام حيث جمعت بين الجلد والرجم فهنا جاءت وخصته فخصت الرجم فقط وأسقطت الجلد مسألة تقريره عليه السلام ما فعل واحد من أمته بحضراته مخالفا للعموم ولم ينكره مع علمه مخصص عند الجمهور وهو أقرب من نسخه مطلقا أو عن فاعله نعم هذا هو المخصص السابع من المخصصات المنفصلة وهو تقريره صلى الله عليه وسلم قول المصنف تقريره أي موافقته صلى الله عليه وسلم للفعل إما لفظا بأن يقر على ذلك مثل ما جاء في الحج حينما قال صلى الله عليه وسلم حيث ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال ما لفعل ولا حرج أو سكوتا وقد مر معنا الدليل على أن التقرير حجة وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ما فعل واحد من أمته بحضرته قوله بحضرته تحتمل معنيين المعنى الأول بحضرته أي في حياته عليه الصلاة والسلام وهو كذلك هذا هو المراد والمعنى الثاني الذي تحتمله والظاهر أنه ليس مرادا أن بحضرته أي أن يكون الفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أظن أن المؤلف يريد ذلك لأنه قد سبق معنا في السنة التقريرية أنها تشمل ما إذا فعل أمامه عليه الصلاة والسلام بحضرته أو حال غيبته وعلم به فكل الحالتين تكون السنة سنة تقريرية وإذلك من باب حمل وإعمال الكلام إعمالا صحيحا نقول إن المراد بحضرته أي في حياته عليه الصلاة والسلام لا بحال ما يقابل الغيبة والمصنف أتى بهذه اللفظة موافقا لإبن مفلح وقد ذكرت لكم أن المصنف له أربعة كتب لا يكاد يخرج عنها إثنان من أصول الحنابلة واثنان من غيرهم فالتي من أصول الحنابلة الطوفي وبن مفلح والتي من غيرها ابن الحاجب وجمع الجوامع لابن السبكي هذه الأربعة لا يكاد المصنف يخرج عنها إلا فيما ندر وإن خرج نقل من المسودة إذا خرج من هذه الأربعة فإنه ينقل من المسودة في الغالب طيب نعم إذن قوله تقريره ما فعل واحد من أمته أي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته مر معنا ذلك قوله مخالف للعموم أي أن التقرير للفعل يكون مخالفا لعموم تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في الكتاب وسيأتي مثاله بعد قليل قال ولم ينكره أي ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الصحابي مع علمه به وهذا يدلنا على أنه إذا أنكره أو إذا لم يعلم به فإن فعل ذلك الصحابي لا يكون مخصصا لأنه لا يكون حجة وقد مر معنا أن مذهب الصحابي وفعله إنه مذهب له وليس حجة أي سنة تقريرية مرت معنا في أول الكتاب إن كنتم تذكرون وقول المصنف ولم ينكره وهذا الباب الإعادة أيضا أي لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أو لم ينكر بحضرته كما في حديث كعب بن عجرة وغيره حينما أنكر كعب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأقرن النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار فلا يلزم أن يكون الإنكار منه عليه الصلاة والسلام وإنما ربما يكون ممن حضره قول المصنف مخصص أي مخصص للعموم وهذا كثير جدا في استدلال الفقهة بل ربما كانت أمثلته بالعشرة فإن كثيرا من النصوص الشرعية تحمل على ما فهمه الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام فكل ما جاء أن الصحابة قالوا كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا ودل سياق الحديث على علم النبي صلى الله عليه وسلم بفعلهم فإنه يكون من باب السنة التقريرية المخصصة ومن الأمثلة الواضحة في ذلك وقد استدل به أحمد على هذا الأصل ما جاء في قول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن فهنا نهي عن قربان الحائض سواء بوطء أو بمباشرة أو بتقبيل ونحوه لكن جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ومثله حديث ميمونة أنهما قالت كانت إحدانا إذا حاضت فردت ودخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعاره فدل ذلك على أن بعض صور قربان النساء جائز وأن هذا الحديث مخصوص وإنما يراد به الجماع على مشهور المذهب وعلى قول رواية الثانية وفاقا للشافع أنه المباشرة فيما بين السرة والركبة فما على عن السرة أو دنى من الركبة جازت المباشرة وأما المذهب فيجوز ما عدا موضع الحرف وهو الجماع المقصود من هذا أن هذه من الأمثلة في هذا الباب وقد استدل به أحمد على ذلك في رواية صالح وهذا من إعمال هذه القاعدة وقد جزم بهذه القاعدة أغلب بل كل فقهاء الحنابلة فيما وقفت عليه وكثيرا ما يستدلون به فمن استدلالاته مثلا في كتاب الزكاة أن الصحابة ذكروا كما في الموطة أنهم لم يكونوا يخرجون زكاة الخضروات مع أنها من الخارج من الأرض فخصت الخضروات والفواكه من الخارج من الأرض بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهم والدليل على أنها تقرير أنهم لم يخرجوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الأمور الظاهرة والغالب أن الأمور الظاهرة القرينة تدل على اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بفعلهم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول من يقابل قول الجمهور فقال وهو أي والقول بأن تقريره عليه الصلاة والسلام يكون مخصصا للعموم أقرب من نسخه مطلقا أي أقرب من من يقول إن التقرير إذا خالف العموم فإنه يكون ناسخا له وهذا جار على أصول الحنفية في هذه المسألة كما لا يخفى عليكم في مسألة تخصيص العام نعم تخصيص العام وكذلك قال أو عن فاعله معنى قوله أو عن فاعله أي أن بعض من الأصليين ولم يسمى ونقل ذلك الآمد أيضا قالوا إنه إذا ورد لفظ عام ثم وردت سنة تقريرية تخصص بعض أجزائه وموضوعاته فالأصل عندنا أننا نقول إن هذه السنة التقريرية تدل على اختصاص الفاعل بالحكم ولا ينقل الحكم إلى غيره من عموم الأمة فيكون ذلك من باب تخصيص ذلك الصحابي بالفعل وهذا لا يسلم على أصول عامة فقهاء الأهل الحديث فقهاء المذاهب الأربعة فإنهم يرون الاحتجاج بالسنة التقريرية والأصل فيها العموم وليس مجرد الإقرار على الإباحة لفرد وهذا يدل على الأصل أن الخطاب إذا كان لأحد أفراد الأمة فإنه يعمها فحيث كان التقرير لفعل أحد الأفراد فإنه يعم جميع الأمة ولا يكون خاصا به مسألة مذهب الصحابي يخصص العموم إن قيله وحجه وإلا فلا عند الأكثر ومنعه بعض الشافعية مطلقا وقال أبو العباس يخصصه إن سمع العام وخالفه وإلا فمحتمل هذه مسألة من المخصصات المهمة وهو قول الصحابي سيأتينا إن شاء الله عز وجل أن قول الصحابي حجة بشروط من هذه الشروط أن لا يكون قد خالفه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم وربما يقوى قول الصحابي إلى أن يكون إجماعا سكوتيا فيما إذا ظهر قوله واشتهر بين الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك وستأتينا هذه المسألة هذا هو المخصص الثامن المخصصات التي أوردها المصنف وهو تخصيص عموم النص من الكتاب والسنة بمذهب الصحابي وعبر المصنف بقوله مذهب الصحابي ليشمل أمرين ليشمل قوله ويشمل فعله فإنه على الصحيح من قول أهل العلم أن فعل الصحابي مذهب له فيكون فعله حجة ولا يستل حجة مقصورة على قوله إذن فتعبير المصنف بالمذهب ليشمل القول والفعل معا قوله يخصص العموم المراد بكونه مخصصا للعموم أي المخصص العموم من الكتاب والسنة وهذا ليس على إطلاقه بل بقيد ذكره المصنف قال إن قيل هو حجة قول المصنف إن قيل إن هو حجة يدلنا على أمرين الأمر الأول أن كل من خالف في حجية قول الصحابي ولم يرى حجيته فإنه يرى أن مذهب الصحابي لا يخصص العموم وهذا مسلم لأن الخلاف في تخصيصه فرع عن الخلاف في حجيته كما هو ظاهر كلام المصنف الأمر الثاني أن الذين قالوا إن قول الصحابي ومذهبه حجة فإنما يشترطون شروطا فحيث اختل أحد هذه الشروط في مذهب الصحابي فإن قوله ومذهبه لا يكون مخصصا مثل إذا كان الصحابي قد قال قولا وقد خالفه غيره من الصحابة رضوان الله عليهم أو إذا كان قد قال قولا وكان قوله ليس مخصصا لعام وإنما هو مخالف للعام مخالف وهذه مسألة من المسائل الدقيقة فإنها مخالفة الصحابي للحديث أحوال ثلاثة أظنها مرت أو ستأتنا إن شاء الله في محلها بتوسع إن شاء الله إذن قول المصنف إن قيله هو حجة المعتمد في مذهب أحمد كما سيأتنا إن شاء الله بالتفصيد أن مذهب الصحابي حجة فيثوت به الحكم من وجوب وتحريم وندب وكراهة وإباحة ويخصص به العموم ويثبت به النسخ لأن قول الصحابي إذا ظهر إذا لم يخالفه أحد بالقود التي ستأتي إن شاء الله في الغالب أنه يكون مستنده حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان الحافظ أبو عمر بن عبد البر وخاصة في كتابه التجريد وهو المسمى بالتقصي فإن بعض النسخ الخطيه تسميه بالتجريد وبعضها تسميه بالتقصي كثيرا ما يورد الآثار الموقوفة على الصحابة التي رواها مالك في الموطأ ثم يبين أن هذه الآثار لها حكم الرفع أي أنها حجة فبدلا من أن يقول إن قول الصحابي حجة يقول إن قول الصحابي له حكم الرفع والنتيجة واحدة وذلك فإن طريقة كثير من فقهاء الحديث بطريقة أو بأخرى هو الاحتجاج بقول الصحابي سواء قلت هو حجة أو لأن له حكم الرفع سيأتي إن شاء الله تفسيره في محله طيب قبل أن ننتقل المسألة التي أوردها المصنف هي قوله وإلا فلا أريد أن أبين طريقة حكاية الخلاف في المذهب فإن المذهب كما سيأتينا فيه قولان هل قول الصحابي حجة أم لا والأكثر على أنه حجة وقد حكا فقهاء المذهب وأصوليوه الخلاف في قول الصحابي هل هو مخصص للعام أم لا على طريقتين الطريقة الأولى التي أوردها المصنف تبعا للشيخ تقييدين وغيره جعلوا كل من قال بأن مذهب الصحابي حجة يقولون إنه يكون مخصصا وكل من قال إنه ليس بحجة يقولون إنه ليس بمخصص هذه الطريقة الأولى فجعلوه مبنيا تماما على حجية قول الصحابي هناك طريقة ثانية هذه الطريقة الثانية ذكرها ابن حمدان صاحب الرعاية فقد ذكر ابن حمدان أنه على القول بحجية قول الصحابي فإن في جعل قول الصحابي مخصصا للعام وجهان في المذهب وعلى ذلك فيكون القول بعدم تخصيص قول الصحابي للعموم القائلون به فريقان من فقهاء المذهب فريق يقولون إن مذهب الصحابي ليس بحجة وفريق يقول إن مذهبه حجة لكنه لا يخصص العموم إذن هذه طريقة ابن حمدان صاحب الرعاية وأما الطريقة ارتضاها المؤلف تبعا لشيخ مشايخ شيوخه وهو الشيخ تقي الدين فإنهم يرون أن المسألة مبرية على السابقة يقول المصنف رحمه الله تعالى وإلا فلا أي وإن لم نقل إن مذهب الصحابي حجة أو لم يكن حجة لفوات شرط من شروط الاحتجاج بمذهب الصحابي فلا أي فلا يكون فلا يكون فلا يكون مخصصا للعموم وقول المصنف رحمه الله تعالى عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم من المذهب الأربعة جميعا فكل من قال منهم إنه ليس بمذهب قال ليس بمخصص وكل من قال منهم إنه مذهب فإنه مخصص إلا قولا أورده المصنف إذن فقول المصنف عند الأكثر يشمل طائفتين يشمل طائفة تقول إنه إن مذهب الصحابي حجة وعلى ذلك فهو مخصص وهو مذهب أحمد والجمهور يقولون إن مذهب الصحابي ليس بحجة وعلى ذلك فإنه ليس بمخصص إذن قوله فالأكثر أي الطريقة في حكاية الخلاف وليس القول إذن فعند تعبير المصنف عند الأكثر أي في طريقة حكاية الخلاف التي أوردتها لكم قبل قليل وهي الطريقة التي مشى عليها هو والشيخ تقيدين وغيرهم ثم قال المصنف ومنعه بعض الشافعية مطلقا أي سواء قلنا إنه حجة أو ليس بحجة وهي وجه في المذهب حكاها بن حمدان هي وجه في المذهب إذن الخلاف في هذه المسألة في الحقيقة واضح هو مخصص أو ليس بمخصص وإنما المصنف بيّن لنا طريقة حكاية الخلاف ولم يحكي لنا الخلاف نفسه ودائما يجب أن نفرق بين الطريقة وبين القول فالطريقة هي كيفية حكاية الخلاف فقد يكون عندنا طريقتان وقد يكون ثلاث طرق وقد يكون أربع طرق في حكاية الخلاف وأما الخلاف فإنه يكون على قولين أو ثلاثة أو أكثر وهكذا فتدخل الأقوال في الطريقة أو في سائر الطرائق المتعلقة بها نعم ثم قال الشيخ وقال أبو العباس ومراده بأبي العباس الشيخ تقييدين عليه رحمة الله قال يخصصه أي يخصص مذهب الصحابي العام إن سمع أي إن سمع الصحابي العام أي لفظ العام وخالفه وإلا أي وإن لم يكن قد سمعه فمحتمل أي فمحتمل أن يكون مخصصا ومحتمل أن لا يكون مخصصا الحقيقة أن هذه إجاز لكلام الشيخ تقييدين وإنما الشيخ تقييدين يقول إن الصحابي إذا سمع النص العام وخالفه قال قوي تخصيصه العام قوي فجعلهم باب المقوي له فيكون من باب الأقوى قال وإن لم يكن قد سمعه فقد يقال من باب الاحتمال لكنه يميل أيضا إلى أنه مخصص لكن قد يترك الأخذ بتخصيص الصحابي عند أدنى احتمال ولذلك من الأمور المهمة في الأصول التي يجب أن ينتبه لها طالب العلم أن الأدلة وكذلك فروع الأدلة ليست في درجة واحدة وإذلك فإن الأصوليين يريدون بابا مهما وهو من أهم الأبواب يسمونه التعارض للأدلة فالأدلة قد تتعارض وفروع الأدلة تتعارض مثلا المخصصات وهكذا فعندما يتعارض بعض الأدلة في تخصيص العام والأدلة تبقي العام على عمومه قد نقدم بعضها على بعض ومنها النظر لقول الصحابي فإنه ليس في درجة واحدة بل نقول إنه على درجات فحيث علمنا علمه بالحديث ثم خصه فهذا يدل على قوة ذلك وإلا فلا وهذا الكلام الحقيقة يعني من الأمور الدقيقة في الفهم وفي الغالب أن هذه هي مسلك فقهاء مسلك فقهاء الحديث فإن فقهاء الحديث في قواعدهم الأصولية لا يجعلون القواعد جامدة أي قوالب يمكن تنزيل عليها جميع النصوص وإنما يجعلونها على شكل درجات وعلى شكل مراحل فقد يقوى الأخذ بشيء وقد يقوى الأخذ بغيره في موضع آخر ولذا فإن الله عز وجل يرزق بعض الناس من الفهم للأدلة والاستنباط منها ما لا يرزقه الآخر وهذه هي المسلك السليم في الاستدلال بالأدلة فلا نطرد هذه القاعدة على إطلاقها وإنما يكون لها قواعدها طيب نعم يعني أمثلة كثيرة متعلقة بهذا لكن ننتقل مسألة بعدها مسألة العادة الفعلية لا تخصص العموم ولا تقيد المطلق نحو حرمت الربا في الطعام وعادتهم تناول البرج عند الأكثر خلافا للحنفية والمالكية نعم هذا هو المخصص التاسع من المخصصات المنفصلة وهو التخصيص بالعادة الفعلية وهذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي أشكلت فإن الرازي والآمدي وأتباعهما قد اختلف في هذه المسألة اختلافا كبيرا فعلى سبيل المثال فإن الرازي قال إن العادة تخصص بينما الآمدي ومن تبعه كابن الحاجب والمؤلف وغيره قالوا إن العادة لا تخصص ثم إن الشراح ترددوا هل اختلاف بين الرازي وأتباعه كالبيضاوي وغيره هل خلاف الرازي مع الآمدي خلاف تضاد أم اختلاف تنوع فبعضهم يقول إن مورد المسألتين مسألة واحدة وبعضهم يقول بل موردهما مسألتان أورده ابن السبك احتمالا وجزم به بدر الدين الزركشي في التشنيف على العموم نأخذ هذه المسألة على سبيل الإجمال يقول المصنف العادة الفعلية المراد بالعادة هو الأمر المعتاد المتكرر فكلما عاد الشيء مرة بعد مرة سمي عادة وقد أطار العلماء فيما تثبت به العادة أمرتين أم ثلاث وهذه تتعلق بالأفعال وبالأقوال معا المصنف رحمه الله تعالى قال العادة الفعلية زاد قيدا لم يذكره ابن المفلح وهو كلمة الفعلية وهذا من دقة فهمه للمسألة وذلك أن العادات نوعان عادات قولية وعادات فعلية فالعادات القولية هو أن يعتاد الناس على استعمال لفظ عام ويراد بهذا اللفظ العام بعض أجزائه مثل في لهجتنا الدارجة عندما يطلق الناس اللحم ويقصدون باللحم اللحم الأحمر دون اللحم الأبيض ولحم السمك أو يطلقون الرأس ويقصدون به رأس الغنم فيقول لا آكل رأسا أي رأس غنم لكن لو جاءه رأس سمكة فإنه لا يدخل في قصده وهكذا إذن هذا تسمى عادة قولية النوع الثاني عادة فعلية والمراد بالعادة الفعلية هو أن يكون اللفظ عاما ولكن عادة الناس في فعلهم لا في استخدامهم القول وإنما عادة الناس في فعلهم أنهم يقصرون هذا اللفظ على شيء معين باعتبار الفعل وسيأتي جمع المثالين في مثال واحد نبدأ بالأول وهو العادة القولية العادة القولية حكى الإسنوي الإجماع والاتفاق على أنها مخصصة للعموم ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن زكاة الفطر تخرج صاعا من طعام والطعام أطلق في لسان الشارع بلفظ عام يشمل كل طعام لكن المراد به العادة القولية فيراد به البر دون معده هذه عادة قولية وبنانعيقنا إنه إنما يخرج زكاة الفطر من طعام البر والأصناف الأربعة الباقية معه فتكون خمسة أصناف دون ما عداها هذا كلام الإسنوي وقد فصل في مسألة العادة القولية طبعا هي خارجة عند درسين لكن لأهميتها أحسن من فصل فيها الحقيقة ابن الرجب في القواعد فقد ذكر ابن الرجب في القواعد كلاما نفيسا في العادة القولية وقال إن العادة القولية هل تخصص العمومة أم لا قال إن لها صورة أو إن لها عفوا صورتين الصورة الأولى أن يكون قد غلب استخدام الاسم العام استعماله في بعض أفراده حتى يكون الاسم العام حقيقة عرفية يقول ابن الرجب فهذا يخص به العموم بلا خلاف وهذا الذي يحمل عليه كلام الاسنوي للصورة الثانية التي أوردها المصنف مثلها ما ذكرت لكم في قضية الرأس وفي قضية اللحم وفي قضية الشواء لو قال رجل لآكلوا شواء فالمقصود بالشواء شواء اللحم مشوي لكن ربما لو وضع خبزا على على الجمر فإنه قد شواه لكن لا يصدق على لفظه العام فهو مخصص باعتبار العادة القولية وهذا باتفاق كما ذكرت لكم الصورة الثانية أن يكون قد غلب على الاستعمال لكنه لا يرد إلا مقيدا ففي هذه الحالة لا يخصص به العموم مثل ماء الورد فإذا أطلق ماء الورد هو ماء لكنه مقيد بكونه ماء ورد فالعادة أنه لا يطلق على الماء ماء إلا مقيدا فيقال ماء ورد فلا نقول إن العادة القولية خصصت لفظ الماء إذا أطلق بل لا بد من الاتيان بالقيد لأن العادة والغالب في لسان الناس أنهم يأتون بلفظ كلمة الورد فالعادة لا تكون مخصصة وهذا أيضا حكى المصن حكى ابن الرجب أنها بلا خلاف بقي صورة بين الصورتين السابقتين وهو إذا كان اللفظ يغلب استعماله على بعض أجزائه لكنه قد يرد مقيدا وقد لا يرد مقيدا وإنما يأتي مطلقا والغالب أنه لا يكاد يفهم عند الإطلاق إرادة هذا المعنى الخاص فذكر رب الرجب أن فيه وجهين في المذهب ولكن المهم عندنا الصورة الأولى والثانية هذا ما يتعلق بالعادة القولية فقد ذكرتها لكي نعرف أن هناك فرقا بين العادة القولية وبين العادة الفعلية ننتقل بعد ذلك العادة الفعلية التي أوردها المصنف يقول المصنف رحمه الله تعالى والعادة الفعلية مر معنا أن العادة هي المتكررة وأن الفعلية ليخرج منها العادة القولية وأن مراد المصنف بالعادة الفعلية أن تكون عادة الناس فعل شيء معين ثم يرد النص بتحريم لفظ عام مثاله قالوا لو أن كانت عادة الناس أنهم لا يشربون من الدماء إلا دماء بعض الحيوانات ثم جاء النص عاما بتحريم الدماء فهل نقول إن عادتهم الفعلية تخصص اللفظ العام أم لا بناء على أن عادة الذين وردوا في عهدهم التشريع لم يكنوا يشربون كل الدماء وإنما يشربون دماء بعض الحيوانات هذا مثال وإلا ستأتي أمثلة واقعية أكثر من هذا المثال يقول المصنف العادة الفعلية لا تخصص العموم يعني أنها تبقى العموم على عمومه ولا يخرج اللفظ حين ذاك أو لا يخرج من اللفظ حين ذاك بعض ما جرت العادة به عند وقت التشريع طبعا المراد بالعموم أي عموم النص من الكتاب والسنة قال ولا تقيد المطلق سأتنا إن شاء الله اليوم بدء الحديث عن تقييد المطلق قال نحو أي لو فرض أن الشارع قال حرمت الربا في الطعام انظر معي التمثيل بحرمت الربا في الطعام تحتمل أمرين تحتمل العادة القولية فيكون مخصصا بالإجماع وتحتمل العادة الفعلية فيكون هو الذي فيه الخلاث كيف يكون قوله حرمت الربا في الطعام عادة قولية إذا كان من عادتهم إطلاق لفظ الطعام وإرادة البر به من عادتهم باللفظ فحينئذن نقول يكون مخصصا بالإجمع وأما إذا لم تكن عادتهم هذا الاستخدام وإنما كانت عادتهم في الفعل أنهم لا يأكلون إلا البر فقط من سائل الأطعمة فهل العادة الفعلية تخصص أم لا هذه هي المسألة إذن أهم مسألة عندي في فهم هذه مسألة الأصولية التفريق بين العادة الفعلية والعادة القولية العادة القولية في الجملة باتفاق ولا خلاف أنها مخصصة وأما العادة الفعلية فهو الذي ذكر المصنف فيها الخلاف طيب ما هو الخلاف؟ يقول المصنف عند الأكثر أي أن الأكثر من الأصوليين وعبرت بالأصوليين لمقصد سأذكره بعد قليل أن الأكثر من الأصوليين يرون أن العادة الفعلية لا تخصص العموم وهؤلاء الأكثر هم الجمهور ونص عليه أغلب أصولي الحنابلة فممن نص عليه صراحة القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل وأبو البركات وابن مثله والمرداوي وغيرهم كلهم ينصون على أن العادة الفعلية لا تخصص العموم القولي وهذا الذي ذكروه بل لا يكادون يذكرون خلافا في هذه المسألة قال المصنف خلافا للحنفية الحنفية يصرحون بأنها مخصصة على سبيل المثال يقول ابن السعاتي وابن السعاتي له كتابان في الفقه وفي الأصول وهو معني بفقه الحنابلة يذكره كثيرا ويرمز لهم كثيرا وإذلك فإن كتابة في الأصول نهاية الوصول ألفاظه يعني فيها إشارة لمذهب الحنابلة وقريبا من طريقتهم يقول ابن السعاتي العادة مخصصة يترك العموم بها ويقيد الاطلاق ويقيد الاطلاق ثم ذكر أمثل سأوردها بعد قريب وكذلك المالكية فيما نقل عنهم هل الحنابلة قول يوافق قول الحنفية والمالكية؟ نقول نعم فقد ذكر الشيخ تقي الدين أن القاضي أبا يعلى في كتبه في الأصول ينصر القول الأول وهو أن العادة الفعلية لا تخصص العموم بينما في كتبه الفقهية بل في بعض كتبه في الإيمان كذا قال ورجعت لكتاب الإيمان أو الجزء المطبوع من كتاب الإيمان لأبي يعلى فلم أجد فيه يعني معنى هذا الكلام قال هو في كتابه في الإيمان أو في كتبه في الإيمان أنه يرى أن العادة المرادة الفعلية تخصص العموم والحقيقة أن أغلب فروع مذهب الإمام أحمد الفقهية على هذه القاعدة وخاصة في ألفاظ المكلفين بل حتى في بعض ألفاظ الشارع ويقول الشيخ تقي الدين وكلام أحمد يدل عليه فمن أوصى لقرابته وسكت فعن أحمد روايتين أشهرهما أنه ينصرف إلى من كان يصله في حياته فهل باب العادة فخصص باعتبار العادة فعادته أنه يصل بعض قراباته فهذا التخصيص بالفعل بالعادة الفعلية وقال إنها أشهر روايتين عن أحمد وهذا الاستدلال من الشيخ تقي الدين جعل بعضا من العلماء كالجراعي وبالمفلح والمرداوي عفوا يقولون أن الشيخ تقي الدين ينتصر للقول الثاني وهو أن العادة الفعلية تخصص العموم أن العادة الفعلية تخصص العموم يعني من الأمث التي أوردوها في ذلك قالوا أن رجلا كان من عادتها أن لا يأكل طعاما معينا فقال والله يعني مثلا من عادته أن لا يأكل لحما أبيضا من عادته ليست عادة قوري وإنما عادة فعلية وإنما يأكل اللحم الأحمر فقال والله لا آكل لحما ففي هذه الحالة يخص عليه أو قال مثلا والله لا آكل بيضا وعادته هو الفعلية إنما يأكل بيض الدجاج فإن جاءه بيض غيره مثل بيض النعام الذي يأكله بعض الناس ويباع لكنه بقلة فأكله نقول إن العادة مخصصة قد قال النية ستتين المسألة بعدها وقد قال إنها العادة كذلك وعلى العموم فهذه المسألة محتملة وقلت لكم إنها مسألة مشكلة حتى قيل إن الخلاف بين الرازي وأتباعه والآمد وأتباعه إنما هو خلاف باب التنوع في كل واحد يحمله في موضع مختلف مسألة العام لا يخص بمقصوده عند الجمهور خلافا للقاضي عبد الوهاب وعبد البركات وحفيده نعم هذه المسألة وهي متعلقة بالمخصص أظن العاشر ربما وهو التخصيص بالمقصود والتخصيص بالمقصود تارة يكون في كلام الشارع وتارة يكون في كلام الآدميين فأما في كلام الآدميين فسهل جدا فهي المسألة المشهورة عند الفقهاء أن النية تكون مخصصة وهذه واضحة جدا وأما في كلام الشارع فإن مقصود الشارع يعرف ويكشف بأمور منها سبب الورود ومنها العادة وإذلك يقول إن المقصود داخل في عموم العادة عند بعضهم ألمح لهذا الشيء العادة الفعلية التي كانت موجودة ومنها أمور أخرى ذكروها في محلها يعرف بها مقصود الشارع وقد استشكل بعض الأصوريين أنه لا يمكن معرفة أو تنزيل هذه القاعدة على كلام الله عز وجل وقالوا إن هذا غير مناسب مع ذات الجبار جل وعلا وقد ردوا عليهم أن هذا جائز في اللغة وذكروا كلاما طويلا في محله قد يأخذ منا بعض الوقت هذه القاعدة يقول فيها المصنف العام أي اللفظ العام من الكتاب والسنة ومثله العام في ألفاظ الآدميين لا يخص بمقصوده يعني لا يخص بالسبب وليس بالسبب وإنما بالمراد الذي لأجله أتي بهذا اللفظ العام وهذه المسألة جزم بدر الدين بن بهادر الزركشي في البحر المحيط أنها تدخل في مسألة العام إذا ورد في سياق المدح أو الذن هل يبقى على عمومه أم لا قال لأنه إذا ورد في سياق المدح أو الذن فإن هذا العموم يكون المقصود منه المدح أو الذن دون ما عداه وذلك من شدة جزمه بذلك قال إنه يعاب على من فصل بين المسألتين ولم يبين للعلاقة بينهما وممن فصل المصنف وابن الحاج فإنهم قد فصلوا بين المسألتين طيب قول مصنف عند الجمهور نسب المصنف أن العام لا يخص بالمقصود للجمهور تبعاً لبن مفلح والحقيقة أن في هذا نظر فإن الحنابل سيأتي قولهم التخصيص بل القول أكثر المالكية على ذلك فإن الذي يتكلم عن هذه المسألة بتوسعه هو القاضي عبد الوهاب بن نصر في كتابه الملخص وقد ذكر القاضي عبد الوهاب في كتابه الملخص أن أكثر متأخر أصحابه أي أصحاب إمام مالك إلى منع وقف العموم على ما قصد به وأنه يجب إجراؤه على عمومه بينما أكثر المتقدمين من أصحاب مالك على تخصيص العام بمقصوده فجزم أن أكثر المتقدمين عليه وكذلك عند الشافعية وجهان في المسألة وذلك الجزم بأن هذا هو قول الجمهور فيه تأمل بعض الشيء هذا هو القول الأول في المسألة القول الثاني ذكر المصنف قال خلافا للقاضي عبد الوهاب فهذا هو القول الثاني حيث قالوا إن العام يخص بمقصوده ولا يبقى على عمومه فحيث ورد ما يدل على المقصود فإنه يخص به وذكر المصنف أنه قول القاضي عبد الوهاب وهو أحد الوجهين عند الشافعية نصره أبو بكر القفال أبو بكر القفال هذا من أصحاب الطرق عند الشافعية لأن الشافعية لهم طريقتان أساسيتان طريقة البغداديين وطريقة الخرسانيين والخرسانيون لهم طرق من أقوى طرقهم طريقة المراوزة وشيخ هذه الطريقة وأستاذها وإنما تنسب إليه ولتلاميذه من بعده هو أبو بكر القفال وإذلك فإنه إذا قيل قال أبو بكر القفال في مسألة بقول فالغالب أنها طريقة المراوزة من الشافعية وهم أحد أقوى طرق الخرسانيين وفرق بين الخرسانيين والعراقيين والفرق بين طريقتهم أن الخرسانيين معنيون دائما بالتأثير بينما العراقيون فإنهم ينظرون للطرد المحض ولذلك فإن المناسبات والمقاصد يعنى بها الخرسانيون بكثرة نبه إلى هذا شيخ تقييدين في بعض كتبه وقد قلت لكم أن أبو بكر القفال من شيوخ الخرسانيين بل هو رأس من رؤوسهم إلا من أكابرهم أو أكبرهم على الإطلاق ربما فإنه رأس المراوزة من الخرسانيين وقد انتصر إلى ذلك والنظر للمقاصد مهم جدا وذلك فإن علم المقاصد الشرعية يوظف توظيفات كثيرة جدا من هذه التوظيفات تخصيص العموم وهي مسألتنا إذ علم المقاصد هذا أغلب المباحث الموجودة فيه التي فرقت التي جمعت في الكتب هي في الحقيقة مسائل مفرقة في كتب الأصول الفقه بعضها وارد في دليل الاستحسان وبعضها وارد في القياس عند الحديث عن الحكمة وبعضها وارد في تخصيص العموم مثل هذا الموضع وبعضها وارد في الاستحسان وبعضها في الاستصحاب وبعضها في الاجتهاد فأغلب مباحث مقاصد الشريع التي الآن أفردت بمواد وكتب مؤلفة وأكثر أهل العصر في التأريف فيها مباحثها مبثوثة في أصول الفقه ولا أقول كل مباحث المقاصد وإنما أغلبها نعم قال هذا خلافا للقاضي عبد وهاب قلت لكم أن القاضي يعني مال إليه وذكر أن متقدم أصحابه عليه ومن قال به أبو كرقفال وغيره من الشافعية قال وقال به أبو البركات وهو المجد بن تيمية نسب القول لأبي البركات بن مفلح وقد أخذه من تطبيقاته ولم ينص عليه أبو البركات لأن أبو البركات المسودة نقل كلام القاضي عبد وهاب وسكت وأطلق الخلاف ولم يرجح وإنما أخذ من تطبيقه ووجه ذلك أن أبو البركات لما ذكر قول الله عز وجل أولامستم النساء ذكر أن الغالب باللمس النساء إنما هو لمسهن لشهوة وبناء على ذلك فقد استدلنا على مشهور المذهب أن الناقض للوضوء إنما هو لمس المرأة لشهوة بتخصيص عموم الآية باعتبار مقصودها إذ المقصود من الآية اللمس بشهوة ويدل على ذلك أيضا النقل فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ثم يذهب إلى الصلاة من غير وضوء وهذا يؤيد المعنى العام في تخصيص العموم بالمقصود من الآية فنقول إن الآية المقصود منها ذلك أيضا قال المصنفه قول حفيده والمراد بحفيده الشيخ أبي العباس تقييد دين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام فالمجد الذي هو أبو البركات اسمه عبد السلام أخذها أيضا من بعض كلامه و ذكر بمفلح بعدما ذكرهم كلام الشيخ تقييد قال وبه قال بعض أصحابنا وهذا القول الثاني جزم جزم الزركشي أنه هو قول الحنابلة القول الثاني وقال إن لهم على هذا الأصل وهو تخصيص العموم بمقصوده تفاريع كثيرة في الفقه وقد صدق فإن لهم تفاريع كثيرة جدا مبنية على قضية أن العام يخص بمقصوده سواء كان من عموم الفاظ الشارع أو من عموم الفاظ المكلفين ولذلك يعني بما أنه مناسب الحيث عن المقاصد أكثر فقهة المذهب الأربعة إعمالا للمقاصد مذهبا مذهب مالك ومذهب أحمد أو مذهب أصحاب مالك أو مذهب أصحاب أحمد وإعمال هاتين المدرستين لمقاصد الشريعة واضح وجري وإن كان هناك فروقات بينهم في بعض الجزئيات فقد يقيد أحدهما ويطلق الآخر والغالب في طريقة أصحاب أحمد أنها أقرب طريقة مسلك أهل الحديث في تعظيم النص وسبر النصوص الشرعية واستقراء العدل وهكذا وذلك كما ذكرت لك أن أشهر من شهرة عن هذه المسألة القول هما أصحاب مالك كالقاضي عبد الوهاب وأصحاب أحمد وبعض الشافعية الخرسانين الذين يعملون المقاصد أي مقاصد الشريعة طبعا هذا كثير جدا في ألفاظ المكلفين فعلى سبيل المثال مر معنا وذكرته في الدرس قبل الماضي أن المذهب أنه يخصص بالنية في ألفاظ المكلف إلا العدد تذكرنا هذا الكلام لما ذكرنا استثناء فلو أن رجلا يعني قال نساؤه طوالق وقصد بنسائه للأربع وإنما قصد فاطمة ورقية مثلا فنقول أو قصد الخارجات من البيت أو قصد الغائبات عن البلد فهذا تخصيص بالصفة هي جوز لكن لو قال نساؤه الأربع طوالق فلا يقبل التخصيص بالنية بل لابد من التخصيص اللفظي بالاستثناء فلابد من التخصيص اللفظي لكن حيث لم يأتي بالعدد فإنه يقبل التخصيص بالنية وأطلق لهم أطلاق كبير جدا لكن لو ترتب عليه أثر للغير فهل يقبل دعواه ديانة يقبل لكن حكما لا بد من إثباته هذا على المشهور نعم مسألة رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أكثر أصحابنا والشافعية كقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن وقوله تعالى إلا أن يعفون وقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وقال القاضي يكون مخصصا نعم هذه المسألة وهو المخصص الحادي عشر من المخصصات وهو التخصيص بالعطف وقد ذكر الطوفي في تفسيره أن هذه المسألة من مشهورات مسائل أصول الفقه ومن مشاهير مسائل التخصيص وذكر أن الأصليين يعنونون لها بما إذا تعقب ضمير خاص هل يخص العام أم لا فالمعطوف يكون ضميرا خاصا ومعنى هذه المسألة أن تأتي نص شرعي في آية ونحوها فيكون أولها عاما وآخرها خاصا والتخصيص في الأخير إما باستثناء أو يكون بصفة أو نحو ذلك ويكون في الجملة الثانية ضمير إما مظهر أو مضمر يعود للمذكور في الجملة الأولى العام فهل تخصيص الجملة الثانية يكون مخصصا للجملة الأولى أم لا هذه هي المسألة ننظر في كلام مصنف رحمه الله تعالى يقول مصنف رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم قوله رجوع الضمير أي الضمير المظمر أو المظهر قد يكون مظمرا ليس واضحا قوله إلى بعض العام المتقدم معنى ذلك أي أن ترد جملتان مترابطتان بأحد وسائل ربط الجمل بعطف أو بغيره لا يلزم العطف لكن أحد صورها العطف وتكون الجملة الأولى بصيغة العموم والجملة الثانية بصيغة خصوص وفيها ضمير سواء كان مظهرا أو مضمرا يعود ذلك الضمير لبعض اللفظ العام المتقدم فحينئذ نقول هل هذا العطف وهذا الجملة الثانية الواردة بعد الجملة الأولى المربوطة بالجملة الأولى هل يكون ذلك مخصصا للجملة الأولى أم لا هذا هو الخلف من أمثلة ذلك أو ذكر المصنف حكما ثم نذكر الأمثلة بعد ذلك يقول المصنف لا يخصصه أي لا يكون مخصصا فتبقى الجملة الأولى على عمومها والجملة الثانية على خصوصها قال المصنف عند أكثر أصحابنا هذا التعبير المصنف في قوله عند الأكثر جزم به القاضي في العدة وابن عقيل أيضا ونسبه لأصحاب أحمد وخطأ من خالف هذا القول وجزم به بن مفلح والمرداوي وقال إنه الصحيح في مذهب أحمد وقوله والشافعية ذكر الأسنو في الإبهاج أن أكثر الشافعية على ذلك وأنه هو الذي جزم به البيضاوي وابن الحاجب والغزالي وغيرهم ثم مثل المصنف عدد من الأمثلة فقال كقوله تعالى وَبْعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنْ أنا أظن بفهم هذا المثال تتضح المسألة يقول الله عز وجل وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرْبَصْنَا بِأَنْفُسِهِنَّ صغيرة أو كانت غير صغيرة وسواء كانت مطلقة ثلاثا وهي البائنة بنون كفرى أو المطلقة طلاقا واحدا وسواء يعني واحدا سواء كان بائنا أو فسخا كذلك إنه يشمل معنى التطليق فهذا يدل على أن كل امرأة تطلق فإنه لا بد أن تمكث ثلاث حياظا إن كانت ممن يحيظ وأما إن كانت حاملا أو آيسا فلها عدتها الخاصة بها لكن الجملة الأخرى التي بعدها وهي قول الله عز وجل وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ بُعُولَتُهُنَّ الضَّمِرْهُنَّ يَعُودُ لِبَعْضِ الْمُطَلَّقَاتِ لَا لِجَمِيعِهِنَّ فإنه يعود للمطلقات الرجعيات دون البوائن لأن البائن لا يمكن لزوجها أن يراجعها وأما المطلقة الرجعية فإنه يمكن أن يراجعها إذن فقوله وَبُعُولَتُهُنَّ هذه خاصة ببعض النسوة المطلقات وهن المطلقات الرجعية فهل نقول إن هذه الجملة التي عطفت على الجملة الأولى وكانت الجملة الثانية خاصة وفيها ضمير يعود للعام المذكور في الجملة الأولى يخصصه أم لا هذه فيها خلاف وثمرة هذا الخلاف مهم جدا فإن قلنا إن الجملة الأولى تبقى على عمومها فنقول إن الآية تدل على أن المطلقة ثلاثا تعتد ثلاث حيض وإن قلنا إن هذه تخصص الجملة الأولى فقالوا إن التي تعتد ثلاثا إنما هي المطلقة الرجعية وأما المطلقة البائن التي طلقت ثلاثا فإنها لا تعتد ثلاث حيض وإنما تعتد بحيضة براءة للرحم وهذا القول قال به ابن اللبان من الشافعية واستدل له بهذا الاستدلال ذكرت لكم قبل قليل ابن القيم في بعض كتبه وأظنه إعلام موقعين ونسبه المصنف وهو ابن اللحام في الاختيارات للشيخ تقييد دين وأنه رأى هذا الرأي أن المعتدة ثلاثا أن المعتدة من الطلاق الثلاث إنما تعتد بحيضة واحدة ولكن الشيخ حقي لم يصرح وإنما قال الإجماع على خلافه فحيث وجد إجماع على خلافه فإني لا آخذ بما خالف الإجماع لكن جاء من المتأخر من قال إن ابن اللبان قال به فحيث قال أحدهم به فيكون مسألة خلافية نقول لا لا يزمن أن رجل في القرن الرابع يكون خلافه معتبر إذن هذه مسألة تتعلق بالآية الأولى الآية الثانية في قول الله عز وجل إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وذلك في قول الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبلي أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فقول الله عز وجل وإن طلقتموهن هذا عام في جميع النساء سواء كانت صغيرة أو كبيرة بالغة أو دون البلغ والعطف الذي جاء بعدها إلا أن يعفونا الضمير هنا يعود طلقتموهن للعام الأول وبإجماع أن المراد بإلا أن يعفونا أي النساء المطلقات وليست كل امرأة لها حق أن تعفو وإنما هو خاص بالعاقلة البالغة وأما الصغيرة التي عليها ولاية إجبار والمجرون التي عليها ولاية إجبار فإنه ليس لها أن تعفو مطلقا وبناء عليه فليس يعني يجب أن يكون ذلك كاملا وهذه المسألة هل تكون مخصصة أم لا وعلى العموم هذه الخلافة في هذه المسألة لا ثمرة له لأن الاتفاق بين أهل العلم على أن الآية الأولى باقية على عمومها لورود الدليل على عموم الآية الأولى الثالثة قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ثم ذكر الله عز وجل بعدها لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فقوله إذا طلقتم النساء يشمل كذلك الرجعية وايرها ثم لما قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يدل على أنه خاص بالرجعية لأن غير الرجعية ليس فيها رجعة فإحداث الأمر أي الرجعة وبناء على ذلك فمن قال إن الجملة أن الضمير في الجملة الثانية يخص الجملة الأولى قال إن الطلاق الذي لا يكون رجعيا ليس فيه سنة ولا بدعة باعتبار الزمن ليس فيه سنة ولا بدعة ومثال ذلك لو أنها طلقت قبل الدخول فلا سنة ولا بدعة لو أنها طلقت ثلاثا أي طلقت ثارثة فلا سنة ولا بدعة فيجوز أن تطلق في حيضها وفي طهرها الذي جمعت فيه ومن قال إنها لا تعود فإنه يقول تبقى السنة والبدعة باعتبار الزمن الجميل لأن قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم معنى لعدتهم أي للوقت فقد قرأها عبد الله بن عمر في قبل عدتهم طاهرات من غير جمع فهذه الآية تدل على طلاق السنة وقت طلاق السنة نعم هذا ما يتعلق بالمسألة وما ينبني عليها من مسأل قال المصنف والقول الثاني وقال القاضي يكون مخصصا قول القاضي هنا الحقيقة ليس قولا جازما له وإنما هو أورد هذا القول في العدة وقال ولو قيل بذلك لكان له اعتبار لكان له اعتبار بينما القول الأول هو الذي جزم به وهو الذي نسبه له تلميذه وأعلم الناس بأقواله أبو الخطاب فالقول الأول يعني لو قلنا هنا وحكى لو حكى القاضي لكانت أجود في العبارة لأن المجزون به أن قول القاضي هو الأول فهو الذي قدمه أولا وجزم به وهو الذي حكاه عنه أصحابه كأب الخطاب وغيره لكن نقل أن القاضي جزم بهذا القول في كتابه الآخر الكفاية ما قال ذلك بالمفلح والعلم عند الله عز وجل أخذت هذه يعني من قول لأحمد أو بعض مصوص لأحمد لكن أغلبهم على القول الأول نعم مسألة يخصص العام بالقياس عند الأكثر ومنعه ابن الحامد وابن الشاقلاء شاقلاء شاقلاء أسمك وجوزه ابن الشاقلاء وجوزه ابن السريج إن كان القياس جليا وابن أبان إن كان العام مخصصا مخصصا طيب هذه المسألة وهو المخصص الثاني عشر من المخصصات المنفصلة وهو التخصيص بالقياس وقبل أن نبدأ بما ذكره المصنف لا بد أن نذكر تحير محل النزاع فقد ذكروا أن القياس نوعان إما أن يكون القياس قياسا قطعيا وإما أن يكون القياس ظنية فإن كان القياس قياسا قطعيا وسيأتينا مضابط القياس القطعي في محله إن شاء الله فقد حكي الاتفاق على أنه يكون مخصصا للنص حكاه جماعة ممن حكاه شارح البرهان اللي هو الأبياري وممن حكاه كذلك الإسنوي وحكاه جماعة من أهل العلم على هذه المسألة النوع الثاني من القياس القياس المظنون الذي يكون غير مجزوم به وهذا هو الذي فيه الخلاف الذي سيريده المصنف يقول المصنف يخصص العام بالقياس يعني إذا ورد قياس والمراد بالقياس هنا ليس مجرد قياس العلة يجب أن ننتبه لهذا بل حتى تحقيق المناط يسمى قياسا فإن تحقيق المناط يسمى قياسا كذلك إلا أن يكون القياس قياسا ضعيفا فسيأتي إن شاء الله أنه لا يخصص به العام لضعفه مثل قياس الشبه وذلك يقولون القياس ثلاثة أنواع قياس أصل وقياس وصل وقياس فصل وسيأتي إن شاء الله في محله وقول المصنف رحمه الله تعالى عند الأكثر أي عند الجمهور وهو الذي جزم به أكثر أصولي مذهب أحمد ممن جزم به أبوكر عبد العزيز ابن جعفر غلام الخلال والقاضي أبو يعلى وترامذته وأبو الخطاب وابن عقيب والحلواني وجزم به أيضا أبو البركات والزركشي وجزم به كذلك أيضا ابو المفلح والمرداوي وذكر أن أكثر أصحاب أحمد عليه بل ذكر المرداوي أن الأئمة الأربعة كلهم على ذلك القول الثاني منعه ومعنى منعه أن القياس مطلقا لا يخص النص الشرعي وهذا القول هو قول ابن حامد أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى وكان أبو يعلى إذا أطلق فقال شيخنا فإنه يعني به ابن حامد ولم يطبع من كتب ابن حامد إلا كتاب واحد وهو كتاب تهذيب الأجوبة وأغلب كتبه مفقودة حتى كتابه في أصول فقه مفقود ولكن ينقل عنه كثيرا القاضي أبو يعلى قال ومنع ابن حامد وابن شاق لا هكذا ينطق فليس على وزن باق الله كما ينطقه كثير من الإخوان وإنما على وزن شاق لا هكذا ينطق لأنه اسم أعجمي فينطق على هذه الصفة وهو أبو إسحاق أحد كبار أصحاب أحمد وهو من تناميذ أبي بكر عبد العزيز المتقدمين فإنه قد ذكر في هذه المسألة أنه عارض شيخه أبا بكر عبد العزيز في هذه المسألة وأن أبا بكر عبد العزيز القول الأول وأما هو فيرى خلاف ذلك وأن القياس لا يعني يخصه يخصه وهذا القول الذي حكاه مصنف عن ابن حامد وابن شاق لا هو رواية عن الإمام أحمد نقلها عن أحمد رواية جماعة منهم أبو محمد التميمي في رسالة في الأصول والقاضي أبو يعلى بعده وأخذ ذلك من ظاهر كلام أحمد في رواية الحسن بن ثواب حينما قال إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرده إلا مثله فقوله لا يرده إلا مثله قد يفهم منه التخصيص ورد بن عقيل ذلك وقال إن هذا لا يدل على أن القياس لا يخصص الحديث فإن قوله لا يرد الحديث إلا مثله أي لا يرده بالكلية لأن التخصيص ليس نسخا عندنا وليس رفعا للحكم وإنما هو إخراج بعض ألفاظ العام وكلام بن عقيل في توجيه كلام أحمد جيد فنسبة هذا الرواية لأحمد فيها بعض البعد بعض البعد نعم ثم قال الشيخ رحمة الله تعالى وجوزه ابن سريج يعني به أبا العباس أحد أعيان وكبار فقهاء الشافعية في أوائل توفي في أوائل القرن الرابع ضمن ثلاثمائة أو ستة سبعة أو نحو هذه السنة تقريبا وهو من كبار علماء المسلمين قال إذا كان القياس جريا قبل أن أشرح ما معنى القياس الجري هذا القول الثالث في المسألة نسبه المصنف لابن سريج وقد ذكر بمفلح أنه قد قال به بعض أصحاب أحمد ولم يسمه ومراده بذلك الطوفي أبو سليمان فإنه في شرحه قد رجح هذا القول وهو أن القياس الجري هو الذي يخصص النص وأما القياس غير الجري فلا يخصصه وبناء على ذلك فإن الطوفي لما انتصر لهذا القول بيّن أن معنى القياس الجري مختلف فيه وذكر أقوانا متعددة فذكر أن بعضهم يقول أن القياس الجري هو قياس العلة فقط دون ما عده فقياس الشبه وقياس الدلالة وقياس المناط أو المناط تحقيق المناط لا يكون مخصصا فقط قياس العلة وهذا أيضا فيه نظر قال وقيد إن القياس الجري هو ما يظهر فيه المعنى فقط دون ما عده فما ظهر فيه المعنى أي المناسبة أي العلة التي تكون فيها مناسبة فلا يكتفى فيها بالطرد المحض بل لا بد أن تكون مناسبة وأنتم تعلمون أن العلة لنوعان بعضها فيها معنى ومناسبة وبعضها لا معنى فيها ولا مناسبة فما كان فيه معنى فيكون قياس جليا إذن هو قياس علة وفيه معنى زائد أن العلة فيها معنى ومناسبة وهذا ربما هو كأنه يميل إليه وذكر أيضا قولا ثالثا في القياس الجلي الذي يكون مخصصا للنص بأنه ما ينقض القضاء بخلافه ثم رد على هذا القول وقال هذا يلزم منه الدور إذا قلنا إن الجلي هو الذي ينقض القضاء بخلافه فالقضاء ينقض لقياس الجلي والقياس الجلي نعرفه لنقض القضاء به فلا فائدة منه فحينئذ قال إنه ليس كذلك وعلى العموم يرى هو أنه على جميع الأقوال أن قياس الشبه هو من القياس الخفي وليس من القياس الجلي ولكن تبقى بعض صور القياس هل هي من الجلي أم من الخفي تحتمل الدخول في القول الأول أو الثاني هذا القول الثاني في المسألة القول الثالث وهو قول ابن أبان أو قول الرابع نعم عفوا في المسألة وهو قول ابن أبان وقول ابن أبان هو عيسى بن أبان أحد فقهاء وأصودي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه وأظنه عراقي كذلك وقد كان القاضي أبو يعلى ينقل آراءه الأصولية كثيرا جدا والعجيب أن كثيرا من هذه الآراء الأصولية لابن أبان لا توجد في كتب الحنفية وإنما توجد في كتب القاضي وتلامذته ولا أدري ما سبب عنايته به ربما لتفقوه بمذهب أبي حنيفة أولا فإن أباه كان عن القاضي أبا يعلى أبوه كان حنفيا وأول أمره تفقه على هذا المذهب ربما أخذه عن هؤلاء لا أدري ما هو السبب لكن أقول ربما يكون ذلك كذلك قبل أن نبدأ بتفصيل هذا القول هذا القول ذكر نسبه المصنف لعيسى بن أبان ونسب هذا القول ابن عقيل لبعض أصحاب أبي حنيفة بينما أبو الخطاب نسبه لأصحاب أبي حنيفة كلهم وهذا موجود في كتب الحنفية كثيرا هذا القول وهو أنهم يقولون أن العام نوعان عام دخله التخصيص بخبر آخر أما بإجماع أو نص من كتاب أو سنة أو نحو ذلك من الأمور التي تكون مخصصة عندهم فإذا دخل العام التخصيص أصبح ضعيفا فحينئذ يجوز تخصيصه تخصيصا ثانيا بدلين ضعيف هو القياس وإن لم يدخله التخصيص فإنه لا يخص ابتداءا بالقياس مثل ما تقدم معنا أيضا في بعض المعاني المتقدمة قبل ذلك في الدرس الماضي وهذا القول وأنا ذكرت لكم أني أحرص أن كل قول يدون المصنف نبحث من قال به من أصحاب أحمد هذا القول وجدت أن الموفق قال به في المغني ردا لاستدلال لحديث فإن الموفق رحمه الله تعالى حينما تكلم عن مسألة العراية وأنها تجوز في أقل من خمسة أوسق في التمر ذكر أن بعض أهل العلم وهي الرواية الثانية مذهب وانتصار الشيخ تقي الدين أنه يجوز قياس العنب على التمر فيجوز قياس ثمر العنب أي الزبيب والعنب على ثمر النخل وهو الرطب والتمر فرد الموفق هذا الاستدلال وتبعه الشارح فقال أو فقال إنما يجوز التخصيص بالقياس على المحل المخصوص ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب بالزبيب لم يدخله تخصيص فيقاس عليه وكذلك سائر الثمر إذن هذا القول وهو قول عيسى بن أبال استعمله الموفق رحمه الله تعالى في استدلاله في الرد على من رأى أنه يقاس على الرطب غيره كالزبيب ونحوه مما يحتاج إليه في جواز العراية في خمسة أوسق أو في دون خمسة أوسق على المشهور طبعا لو تعرفون المذهب فيه قولها مشهور المذهب المعتمد أنه لا يقاس على في العراية أن له ستة شرطة وسبعة منها أن يكون في ثمر نخل في تمر ورطب لا يقاس عليه الزبيب لا يقاس عليه التين المجفف لا يقاس عليه سائر الثمر والرواية الثانية أنه يقاس عليه كل الثمار إذا كان وجدت حاجة إلى الثمرة على المشهور هناك توجيهان التوجيه الأول ما ذكرت لكم وهو كلام الموفق بأنه يبقى النهي عن بيع الزبيب بالعنب على عمومه ولا يخص وإنما خص حديث النهي عن بيع الرطب بالتمر هو الذي يخص بالعراية فلا يلحق هذا النص بذك وللمتأخرين سدلال آخر أوفق على أصورهم فيقولون إن القاعدة عندنا أنه لا يقاس على المستثناء فعندهم الرخص لا يقاس عليها وكل ما جاء على خلاف القاعدة الكلية يسمى خلاف القياس لا يقاس عليه فلا يحتاجون للسدلال الذي أورده الموفق فقط أردت يعني أبين مسألة وهو قضية أن الحكم أحيانا واحد يستدل له بقاعدتين وبثلاث قواعد وبأربع قواعد وكلما كان المرء أتم في فهم القواعد فإنه يستدل له بالقاعدة التي ينتصر لها ويتبنها وأما الذي يفعله بعض الطلبة في الدرسات العليا خصوصا عندما ينقل القول وأدلته يجد أنه يستدل لكل قول من حيث يشعر أو لا يشعر بقواعد مناقضة للقول الثاني أو معارضة للسدلال الأصودي لأصحاب ذلك المذهب الذين نسبه إليهم لكن يقول واستدل المالكية بكذا استدل الشافعية بكذا استدل الحنابلة والحنفية بكذا فإنه يكون أجود وأدق في التعبير هذه المسألة فيها تطبيقات كثيرة جدا يعني ذكرت لكم أمثلتها قبل قليل منها أنه في قول الله عز وجل ثم محلها إلى البيت العتيق هذه عامة في جميع الهدي الواجب ومنه الدم الواجب بفعل المحظور فظاهر الآية في العموم أنه يجب ذبح الفعل الواجب بفعل المحظور في مكة جاء النص باستثناء باستثناء وهو في حديث كعب بن عجرة لما حلق رأسه الأذى فقد جاء في هذا الحديث أن كعبا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية فذبحها حيث كان وكان في الحديبية ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينقل اللحم معه ولا أن يؤخر الذبح إلى مكة وبناء على ذلك فهل نقيس على هذه غيرها أم لا فيها روايتان في المذهب فالذي ذهب له الخرق في ظاهر كلامه أن جميع محظورة أن جميع فدية الأذى تذبح في مكة إلا الحلقة فقط والرواية الثانية وهي المعتمدة في مذهب أحمد عند المتأخرين أنه يقاس على فدية الحلق سائر فدية الأذى فيجوز ذبحها حيث فعل المحظور فمن حلق أو لبس مخيطا جاز له أن يذبحه حيث فعل المحظور وجاز له أن يؤخره إلى وصوله إلى مكة فقط يكون مخيرا بين الأمرين والوجه الثاني هو المعتمد وقد قال الشيخ شمس الدين الزركشي وهو الأوجه لأن المذهب تخصيص العموم بالقياس فدل على أن القياس يخصص به العموم وذلك نرجح أيضا في العراية أن قاعدة الشيخ تقييدين وتلميذه أو الرواية ترجحها الشيخ تقييدين وتلميذه مضطردة على قاعدة المذهب تماما لأنه يخصص العموم بالقياس نعم نأخذ أول مطلق المسائل السهلة ثم المسائل التي تحتاج إلى طول نجعلها الدرس القادم لأنه تأخرنا بعض الشيء المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه بدأ يتكلم مصنف عن المطلق والعادة أن المطلق يكون قليلا للعام لأن العموم يسمى عموم أفراد أو عموم أوصف فالعموم في الأفراد هو العموم الشمولي الذي تقدم الحديث عنه والعموم في الأوصاف هو الذي يسمى بالإطلاق الذي نتكلم عنه الآن إذن الإطلاق هو أحد نوعي العموم بالمعنى العام لكلمة العام إذن العام له معنى عام ومعنى خاص المعنى العام يشمل العموم في الأشخاص وفي الأوصاف والمعنى الخاص يخص به العموم في الأشخاص العموم في الأوصاف هو الذي يسميه الأصوليون بالإطلاق يتضح ذلك من مختاره المصنف من تعريف يقول الشيخ في تعريف المطلق وقد تبع فيه الطوفي في مختصره يقول ما تناول قوله ما تناول أي اللفظ الذي يتناول لأن الإطلاق والعموم هي في الحقيقة من عوارض الألفاظ وقد تكون من عوارض المعاني وذلك عبر المصنف بما ليشمل اللفظة والمعنى معا قال ما تناول واحدا تعبير المصنف بقوله ما ناول واحدا أي أن المطلق يدل على فرد واحد ولا يدل على مجموعة من الأشخاص لكن هذا الواحد عام باعتبار جنسه كما سيأتي إذن الفرق بين العام والمطلق أن المطلق ما يتناول واحدا فقط بينما العام فإنه ما يتناول عموم الأفراد فيستغرق جميع الأفراد عندما أقول رجال يشمل كل رجل عندما أقول رجل هذا مطلق لأن الرجل واحد لكن قد يكون طويلا قد يكون قصيرا قد يكون متعلما قد يكون جاهلا وهكذا من أوصاف الرجال إذن هناك فرق بين العموم والإطلاق قد يكون عام مطلق عندما أقول الرجال هذا عام مطلق معا فهو عام باعتبار العدد في الأفراد ومطلق باعتبار الأوصاف قد يكون عاما في الأفراد مقيدا في الأوصاف عندما أقول الرجال الطوال أو الرجال المتعلمون فأنا قيدت الرجال بقيد فهو عام في الأفراد فهو عام في الأفراد لكنه مقيد وكذلك أيضا الفرد قد يكون الفرد مطلقا رجال وقد يكون مقيدا الرجال أو عفا رجل ورجل طويل لكنه ليس عاما للأفراد لأنه لا يحوي إلا شخصا واحدا إذن كلمة مطلق عندما عبر مصنف بأنه ما تناول واحدا الحقيقة أن الإطلاق قد يكون فيما تناول واحدا وقد يكون كذلك فيما تناول جماعة لأنه أحيانا تأتي صيغة عموم مطلقة الرجال هذه صيغة عموم مطلقة تتناول واحدا وتتناول أكثر من واحدا بل تتناول أكثر من واحدا العموم الاستغراقي لكن بيّن المصنف أنه ما يتناول واحدا لأجل التوضيح فقط إذ غالب صيغة الإطلاق تكون فيما يتناول واحدا طيب قول مصنف غير معين ذلك ليخرج الألفاظ التي تكون لمعين مثل أسماء أسماء الأعلام زيد وعمر ومحمد ومعاد وهكذا من الأسماء ويخرج أيضا الإشارة هذا وأنت وأنتم وهؤلاء ونحو ذلك قال باعتبار حقيقة شاملة لجنسه أي يوجد في الذهن حقيقة متصور حقيقة موجودة في الذهن لكنها تشمل جنسه فتشمل أنواعا متعددة عندما أقول بر فإن البر يشمل أنواعا تحته عندما أقول غذاءا فالغذاء يشمل أنواعا من المأكلات عندما أقول شرابا فكذلك فالمقصود أن يشمل جنسه الذي دل عليه هذا اللفظ ويدل على الحقيقة الموجودة في الذهن لكن تحته أنواع متعددة تختلف باختلاف أصنافها نحو فتحرير رقبة ولا نكاح إلا بولي نعم قوله نحو هذا مثال المطلق قالك قول الله عز وجل فتحرير رقبة فإنها رقبة قد تكون صغيرة دون البلوغ وقد تكون كبيرة مسلمة كافرة ذكرا أو أنثى سليمة معيبة كل هذه احتمالات مطلقة لم تقيدها الآية المثال الثاني قوله ولا نكاح إلا بولي فقوله ولي أيضا لفظ مطلق فيشمل كل ولي قد يكون عدلا وقد يكون غير عدلا قد يكون رشيدا وقد يكون غير رشيد وهكذا نعم والمقيد ما تناول معينا أو مصوفا بزائد على حقيقة جنسه نعم قول المصنف والمقيد هذا الذي يقابل المطلق قال ما تناول معينا يعني المعين إما أن يكون اسما كزيد وعمر وخالد وإبراهيم وإما أن يكون إشارة أو ضمير إشارة كهذا وأنت ونحو ذلك فهذا يسمى معينا قوله أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه لأشرح ما بعد أو ثم سأعود لأولي أن فيها إشكالا قوله موصوفا بزائد يعني أن المطلق تقدم معنا أنه يكون فيه حقيقة جنسه حقيقة شاملة لجنسه فهذه الحقيقة الشاملة للجنس إذا جاءها وصف مقترن بها زائد عن مجرد الحقيقة فإنه يكون تقييدا عندما أقول برا والبر عندنا نوعان في البلد بر الوادي وبر القصيم مثلا عندما أقول بر الوادي فهذا تقييد فالبر مخصوص ببر الوادي وادي الدواسل مثلا وهكذا إذن هذا الوصف الذي يقيد الحقيقة الموجودة في الذهن للجنس يسمى تقييد ولا شك أن التقييد ديس درجة واحدة فبعضه يكون تقييدا يضيقه وبعضه تقييد يوسعه بحسب القيود التي تريد عليه فقط مسألة صغيرة جدا قول مصنف أو هذه تحتمل احتمالين تحتمل أن تكون من باب التخيير بمعنى أن المقيد يطلق على معنيين يطلق على المعين ويطلق على الموصوف ويحتمل أن يكون ذلك من باب التنويع فيكون من باب التنويع وهو ظاهر كلام الطوفي نعم نحو قوله تعالى شهرين متتابعين نعم قوله نحو هذا مثال المقيد قول يعني ممثل له بقول العز وجل شهرين متتابعين فمن أمر بالصيام شهرين هذا شهران مطلقة تشملت متتابع وغير متتابع يصوموا شهرا الآن وشهرا فيما بعد فلما جاء لفظ متتابعين قيدت بلزوم تتابع الشهرين وأن يكون متواليين وأن لا يفصل بينهما بفاصل وهذا التتابع وصف زائد على حقيقة جنس الشهرين فحينئذ تكون مثالا لقول المصنف موصوفا بزائد على حقيقة جنسه نعم وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها نعم قول المصنف وتتفاوت مراتبه أي مراتب مقيد في تقييده بقلة القيود وكثرتها وبناء على ذلك فكلما كانت قيوده اللفظ أكثر كلما كان اللفظ أعلى في التقييد وكلما كانت قيوده أقل كلما كان أدنى في التقييد فلو قلت لك مثلا ايتني بطعام جيد جديد كثير وهكذا من القيود التي متعلقة به من وصف فلان والوصف فلان تكون كذلك نعم وهذا واضح جدا مثل العام فإن العام ينقسم كذلك إلى ما هو أعم منه وما هو دونه نعم يقول المصنف وقد يجتمعان أي يجتمع الإطلاق والتقييد معا في لفظ واحد يعني من متكلم بالجهتين أي فيكون مطلقا من جهة مقيدا من جهة أخرى ومثل لذلك المصنف بقول الله عز وجل كرقبة مؤمنة فقال المصنف قيدت من حيث الدين فلا بد أن تكون مؤمنة وأطلقت من حيث ما سوى فلا ينظر فيه مثلا للذكورة والأنوثة فيجوز إعتاق في الكفرات الذكر والأنثة لا ينظر فيه للسلامة والعيب وإن كان العيب يعني الحق بدلين آخر يعني لا ينظر أيضا لغيرها من الأوصاف المتعلقة كاللون مثلا وهكذا الصغر والكبر الحقوها بالإسلام وجه ذلك أنهم يقولون هل الإيمان المشترط في الرقبة أن يكون إيمانا مستصحبا أم إيمانا صريحا بالقول فالمستصحب هو الرقيق الصغير الذي يكون دون البلوغ فإنه استصحب إيمانه بسبب إيمان أحد والديه أو لكونه ولد في بلاد المسلمين ولا يكون إيمانا حقيقا إلا بالتلفظ أي بعد البلوغ وذلك لما ذكر بعضهم أن أنه لا بد أن تكون بالغة وهي أحد الروايتهم ذهب أحمد وهي رواية قوية جدا ألحقوها بالإسلام ولم يجعلوها وصفا زائدا على الآية وقالوا إنما هو داخل في اشتراط الإسلام ثم استدلوا عليها بآثار الصحابة التي تدلوا عليه المسألة بعدها الحقيقة مسألة مهمة جدا بل هي قد تكون أهم مسألة في التقييد والإطلاق أظن لو ذكرتها في آخر الدرس فلن أعطيها حقها فأجعلها في أول الدرس القادم لأنها قد تكون هي أهم مسألة في الحقيقة في مسألة التقييد والإطلاق وتطبيقاتها بعشرات إن لم يكن بمئات التطبيقات نقف عند هذا الحد أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميع عن العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدين والمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم هذا أخونا يعني يذكر سؤالا يقول متى يرتقي طالب العلم لدراسة وقراءة الكتب الفقهية التي تذكر الخلافة الفقهية يعني يبدو أن كثيرا من طلبة العلم وعندما نقول كثير لا يدل على أنهم الأكثر وإنما الكثير قلت لكم هذه القاعدة معناها الثلث فما زاد أن كثيرا من طلبة العلم ربما يكونون ربما يكونوا على طرفي نقيض في هذه المسألة فبعض الناس ينشغل طوال عمره بل وشرخ شبابه عندما يكون فيه نشاطه وقوته بالمختصرات ولا يتعدى الخلاف وقد قال قتاده باندعام السادوسي أحد كبار التابعين لم يشم رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف في المقابل أن بعضا من طلبة العلم ربما ينشغل بالخلاف العالي خاصة دون ضبطه لأمات المسائل فيكون غير منضبط في أصوله غير منضبط في ترجيحه يصبح كالمنبت لا أرضا قطعا قطعا ولا ظهرا أبقى يجب أن نعرف مسألة مهمة وهي أن الكتب لكل كتاب وضع لأجل مرحلة إلا كتابا واحدا وهو كتاب الله عز وجل يبدأ به المبتدي ويستمر معه إلى حين أن يوسد في قبره إلى أن يموت فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فكتاب الله عز وجل هو الذي فيه العلم كله ولكن الناس يجب أن ينتبهوا لأمرين الأمر الأول أن الناس يتفاوتون باعتبار أولا فراغ الوقت وانشغاله يتفاوتون كذلك باعتبار الذهن فبعض الناس قد يكون ذهنه أورد وأقوى من ذهن غيره وهذا واضح للآدمين كلهم والمعلم يرى من طلابهم من السنة الأولى ابتدائي إلى آخر سنة اختلاف الطلاب والفروقات الفردية بينهم واضحة والله فضل بعضكم على بعض في الرزق وبنانع ذلك فإن مسألة الفروقات مهمة جدا بين العباد وأن الإنسان لا بد أن ينتبه لنفسه في هذا الأمر ولذلك رأيي أنه ليس من الصذاب أن الشخص يمشي على سجل معين يستوي فيه الناس جميعا فقد يكون بعض الناس ذكيا فأضعت عليه وقته وبعض الناس يكون دون ذلك فربما انشغل بهذا السلم الذي مشى عليه ولم يستطع أن يصل لما بعده ولكن نقول الناس يختلفون على العموم يجب على طالب العلم أن يعتني بالعلم أن ينظر في كلام أهل العلم ما زال أهل العلم على طريقة وسنن مستمر هذا سننهم وهذا مسلكهم ينظرون في الخلاف لكن لا ابتداء وإنما لحاجة متى تنظر في الخلاف ينظر في الخلاف في مسائل المسألة الأولى تنظر فيه لأجل البحث فالشخص أحيانا يحتاج في بعض المسائل أن يبحث وينظر فبحثه للمسائل يوسع عليه مدركة ويجعله يعرف مناطات الأدلة ونظر الفقه الموضع الثاني أن المرأة يحتاج إلى البحث في المسائل في الخلاف ليس في جميع المسائل ومن ظن أنه يحتاج إلى جميع المسائل في الخلاف فقد أضاع عمره فلا يوجد أحد يستطيع أن يضبط كل خلاف حتى قال عليه رضي الله عنه الكلمة العظيمة التي ألف كتاب لأحد الدماشق في شرحه العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضهم يقال لم يكن أحد على مر التاريخ يعرف أنه يحفظ الخلافة كلها إلا واحد محمد بن سحنون محمد بن عبد السلام بن سحنون فقد قيل إنه قال عن نفسه ما من خلاف إلا وأعرفه حتى إنه كان ينقل خلاف البغداديين وهو قيرواني المعاصرين له كيف وصله لا أدري نقلها في مجد تشوف انظر فتاوية تطبعت في مجلد كان ينقل خلاف معاصره ومن هندونه في السن كأحمد فينقل خلافهم وهو قيرواني وهؤلاء بغداديون قيل ذلك ولكن لا أظن أنه أظن هذا باب يعني عموم الأغلبي للعموم المطلق المقصود من هذا أن المرء ما الذي يحتاجه من الخلاف يحتاج من الخلاف أهم شيء ما ذكره أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين ما يسمى بالخلاف رؤوس المسائل هذه الرؤوس المسائل تحتاجها وقد قيل وإما على أربعه أُلِّف بين الشافعية والحنفية رؤوس مسائل أُلِّف بين الشافعية والحنابلة رؤوس مسائل أُلِّف بين المالكية والشافعية أظن أظن السجاز من رؤوس مسائل وأُلِّف عن المذاهب الأربعة رؤوس مسائل من أشهرها ابن بيعل له رؤوس مسائل أبو المواهب العكبر مطبوعة وأبو جعفر الشريف أبو جعفر الهاشمي كذلك له رؤوس مسائل وهناك عدد من رؤوس مسائل كثير وأبو الخطاب وجد رؤوس مسائل الصغير والكبير الذي هو الانتصار بالأدلة إذن حاجتك فقط لرؤوس مسائل لا سائر الخلاف الأمر الثاني أنك تحتاج أحياناً الخلاف لمعرفة المناط الذي رجع إليه فمجرد حفظك الخلاف بين معرفة المناط والأصل والدليل قد يكون معرفة مجرد نسخة نصح التعبير ولكن إن استطعت أن تعرف مناطهم وتطبق عليه القواعد تستفيد فائدة عظيمة جداً جداً حقيقة سواء كانت مناطات أصولية أو مناطات فقهية وإذاك تجد بعض الناس يعني يتسع متركه من أجل ذلك وكثير من الكلام الذي أورده الموفق بن قدامى في المغني إنما أورده من كلام فقهاء المذاهب الأخرى ولكن لعلمه بمذهب أحمد جعله على قواعده وهذا واضح في بعض الكتب التي نقال منها المسألة الثالثة أن أول خلاف يلزمك أن تبدأ به وأن تتعلمه هو الخلاف المسمى بالخلاف النازل والعلماء يفرقون بين نوعين الخلاف النازل والخلاف العالي فالعالي بين المذاهب الأربعة أو بين علماء المسلمين كخلاف التابعين والصحابة وتابع التابعين وغيرهم وأما الخلاف النازل فهو الذي يكون في مدرسة واحدة في الغالب أن قاعدتهم واحدة الأصولية وفي الغالب أن استدلالاتهم واحدة ولكن يختلف التنزيل في المسألة فمعرفة القول الأول والثاني في الغالب أنه هو الذي ينفع وإذا كان أكرر دائما سمع مني بعض الإخوة أن من عرف مذهب أحمد والرواية الثانية التي غالبا ما تكون اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذة ابن القيم أو صاحب الفائق أو الزركشي أو السعدي أو بالرجب ففي الغالب أنه عرف ما عليه الفتوى لا تكاد تخرج عند الفتوى عن الرواية الأولى والثانية إلا ما ندر لنقول واحد في المئة أو أقل وهذا نادر والنادر لا حكم له أي لا حكم له من جنسه فالمقصود من هذا أن معرفة الخلاف مهم وقصور المرأة على قول واحد لا شك أنه نقص في ملكته لكن يبتدئ المرأة بقول واحد من باب التدرج على كلام أهل الفقه وطريقتهم لبه يعني هم يقولون أن كتاب أبي المواهب اللي يطبع هذا في مجلدين وكتاب ابن أبي يعلى وغيرهم نفس المتن وإنما في زيادات يسيرة فدل على أن تتابعهم على متن واحد يدل على أنه هو الأجود يعني أنا سدل بتتابعهم على تقارب العبارة يدل على أن هذا بمثابة كتاب واحد فيستحق أن يكون هو المنقول هذا أخونا يقول ما هي منزلة مختصر الخرقي في المذهب الخرقي مثله كمثل ابن عبد الحكم عند المالكية وأبي مصعب الزهري ومثل المزني عند الشافعي هؤلاء ماذا فعلوا ذهبوا إلى نصوص الأئمة فجمعوا نصوصهم وصاغوا منها مختصرا وبناء عن ذلك فكل ما في مختصر الخرقي فإنه مأخوذ من قول الإمام أحمد هو كلام أحمد اللهم إلا مسائل ربما وهمة ربما وهمة أو أخطأ فيها الخرقي تنبه لها من بعده فجاء أبو بكر عبد العزيز فألف رسالة موجودة في الطبقات ذكر المسائل التي قال الخرقي وإن نص أحمد على كذا وقد خالفها أحمد في منصوصه ثم جاء بعدها أبو عبد الله بن حامد وذكر مسائل أخرى غير التي ذكرها أبو بكر عبد العزيز إذن فميزة الخرقي أنه يذكر نصوص أحمد فيكون من باب الترجيح بمنصوص أحمد وأنتم تعلمون أن الترجيح على ثلاثة أنواع أو إن شئ تقول أربعة الترجيح بالمنصوص كطريقة الخرقي ومنها نعم نعم والطريقة الثانية الترجيح باعتبار القاعدة والدليل وهذه طريقة جماعة منهم الوجي زغيرة والثالث الترجيح باعتبار قول الأكثر وهذه طريقة المتأخرين فإن المتأخرين يأخذون الترجيح باعتبار قول الأكثر ولا شك أن باعتبار القاعدة والدليل أقوى لا شك طيب فهذا ما يتعلق مختصر الخراقي والخراقي يعني هو من أشهر الكتب ولا شك في ذلك يقول كيف نفرق القواعد المعتبرة في أصول فقه والتي نطبقها ونطردها في الفروة هو مشكال القواعد الأصورية أن الحكم أحيانا قد يترك بقاعدة أخرى فقد يكون الحكم يتعلق به قاعدتان فنترك إحدى القاعدتين لقاعدة أخرى وهذه من أكبر الإشكالات في تنزيل الفروع الفقهية على القواعد الأصورية وحينئذ نقول أن الفرع الفقهي إذا اجتمع له قاعدتان أصوريتان دلتا على حكمه وكنا ننتصر لهاتين القاعدتين يكون أقوى على أصورنا لكن إن خالفه قاعدة ووافقته قاعدة فننظر أي القاعدتين أقوى فنأخذ بها والقواعد الأصورية أشرت لهذه الدرس اليوم ليست يعني في درجة واحدة في القوة بل إن بعضها أقوى في الدلالة على بعض النص أقوى من الظاهر وهذا واضح الكتاب أقوى من القياس وهذا واضح وهكذا يقول هل يجري الخلاف في مذهب الصحابي الذي ليس له حكم الرفع في تخصيص العموم لا أنا ما ذكر في هذا الكلام أنا ذكرت لكم استطرادا فقط وسننذكر إن شاء الله بتوسع أن بعضا من علماء الحديث لما وجدوا أنهم لا غنية لهم عن الاستدلال بقول الصحابي ووجدوا أنه مكتوب في أصور مذهبهم الذي ينتسبون إليه كمذهب الإمام المالك أن قول الصحابي ليس بحجة فماذا يفعل؟ يأتي لقول الصحابي ويقول إن قول الصحابي له حكم مرفوع فهو مرفوع حكما وهذه طريقة الحافظ حافظ المغرب أبي عمر أبي عبدالبر عليه رحمة الله نحن نختصرها نقول مذهب الصحابي حيث وجدت هذه الشروط فإن قوله حجة هو يقول إن وجدت هذه الشروط فإنه يأخذ حكم مرفوع النتيجة واحدة لكن لا أجرأ أن أقول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم تجرأ أن تنسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كان الأنسب أن تقول هو قول الصحابي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار أنا لا أجرأ أن أقول إنه صلى الله عليه وسلم قال لكن أقول قاله الصحابي والظن في الصحابي أنه لا يقوله إلا عن سماع لحديث أو لسنة تقريرية أو إجماع من الصحابة وإجماع الصحابة الحكم لا بد أن يكون له مستند فالمقصود من هذا أن أني أردت أن أبيد لك أن بعضا من أهل العلم لم يعني وجدوا أنه لهم حاجة في الاستدلال في الأخذ بقول الصحابي ولم أقول هذا الكلام الذي يفهم إذن على قول فقهائنا أن قول الصحابي حيث كان حجة له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع ففي الحالين يخصص العموم إلا على القول أبي العباس أنه يقوى إذا كان قد اطلع على النص العام وإن لم يطلع فهو محتمل يعني عند أدنى يعني خط رجع ترجع وتقول لا أقبل تخصيصه يقول قول الفقهى الذين يرون جواز سفر المرأة بلا محرم مع أمن الطريق هل هو مبني على تخصيص العموم بمقصوده يعني قد تحتمل ذلك ولكن ليس على إطلاق لأن الذين قالوا ذلك أنا أعني الرواية الثانية مثلا بأحمد لا أقصد قول الشافعي أو أصحاب بعض أصحاب الشافعي قالوا إن هذا النهي عن السفر بلا محرم هو نهي من باب الوسائل وكل ما حرم لأجل الوسيلة فننظر المقصود ما هو المقصود المقصود عدم الإضرار بالمرأة وعدم أذيتها ويخشى عليها أو يخاف عليها فيقولون إذا أمن الطريق ووجدت حاجة عندنا يجعلون قيدا وهذه من فروقات استلذال الحنابلة بالمقاصد أنهم يجعلون المقاصد ليس عند وجود انتفاء الحكم عند انتفاء المعنى يثوث الحكم بل يجعلون قيدا وخاصة فيما كان فيه نص شرعي فيقولون إذا وجدت الحاجة فإن وجدت الحاجة جاز لها أن تسافر وهذه هي الرواية الثانية ماذا بأحمد معروف الرواية الثانية فيها أعمال المقاصد بتوسع وبكثرة فيقولون يجوز سفر المرأة بلا محرم بقيدين أمن الطريق وجود الحاجة الضرورة تبيح كل محرم وإنما هذه حاجة وهي دون الضرورة فكلام أخينا جيد ولكن على فقهائنا يحتاج إلى بعض التقييد كما ذكرت لك يقول هل يجب العمل بالعموم في الحال دون البحث عن مخصصة سيتكلم عنها الأصوليون وعادة يذكرنا في أول كتاب كتاب الفقه وذكرت لكم في أول كتاب العموم في أصول الفقه وذكرت لكم أنه طاهر كلامهم أنه يجب العمل بالعموم حتى يرد المخصص لأن الذين يقولون إنه ما من عام من إلا وقد خص يقولون لا يعمل بالعام حتى نجد المخصص فنقول أصلا أنه يعمل بالعام حتى تعلم المخصص فإنك حينئذ تنتقل إليه هذا أسؤال أخير ربما أو كلها مناديل لا أسؤال أخير نعم كيف يزكي طالب العلم نفسه وكيف يتعلم التزكية كما في قول عمر تعلمنا ما فيها من العلم والإيمان هذا طويل جدا 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 فلعل أخينا الكريم يعذرني عن الحديث عنه لكن أقولها باختصار يعني هو شف طالب العلم إذا أراد أن يزكي نفسه كلمة واحدة قالها في المسعود إنما العلم الخشية إذا تعلمت علما فاحرص على أن يكون سرك فيه خشية إذا جاءك الحلال والحرام أصبحت تعرف ما الجائز وما غير الجائز فتورعت في الحلال والحرام إذا جاءك الأمر الذي يشترك فيه عامة الناس الأول يشترك فيه طالب العلم لأن حلال وحرام يختصوا عفوا يختصوا به طالب العلم إذا جاء ما يشترك فيه عامة الناس رأيت من نفسك زيادة مثل انكفاف عن المحرمات العامة التي يعرفها كل الناس فهذا طالب العلم ينفك ينكف لأنه يعلم أنه قد علم من النصوص الزاجرة والرادعة والمخوفة ما لم يعلمها غيره قرأت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقرأت في كلام الله عز وجل قبل ذلك ما يخوفك أكثر من غيرك إذا أردت أن تعرف هل العلم نفعك أو ضرك فانظر في عملك إنما العلم الخشية انظر في بيتك من أقل ما يتعلق أو من أظهر ما يتعلق به العمل الخلق بعض الناس يظن أنه خاص في قيام الليل فقط لا ليس لازم أو أنه خاص بكثرة الصداقات لا ليس لازما لكن انظر في عموم عملك في خلقك في انكفافك عن الكسب المحرم في انشغالك عن المكروهات وبعض المباحات طالب العلم إذا انكف عن بعض المباحات وبعض الممنوعات انشغالا بالعلم هذا معناه أنه خشي لله عز وجل الله عز وجل إذا حبط شخصا كف عنه المحرم وشغله عنه انشغالك أحيانا وأنسك بالعلم عن المحرم بل وعن حتى المكروه هذه علامة خيرية أنك تنشغل بهذا عن غيره وهكذا من الأمور ومن أعظمها وأجلها ابتلي إيمانك بالقرآن فكل ما وجدت نفسك مقبل على القرآن فهذا علامة خير وكل ما وجدت نفسك معرضة عن القرآن فهذا نسأل الله عز وجل للسلام نقص ولا أقول شار لك لنقول نقص فإن الإنسان يبتلي نفسه بالقرآن ويحرص عليه ومن عجيب أمر القرآن أنك إذا تركته تركك فإذا تركت مراجعته تفلتك مات تفلت الإبلوم معاقلها وإذا تركت قراءته صعب عليك كثرة قراءته وذلك الذين يقرؤون في ثلاث وفي خمس وفي سبع ما أخذوها في يوم واحد بسؤالهم جميعا الأحيان منهم والأموات كلهم يقول يعني سبحان الله هي تأخذها بالدربة مع أن القراءة واحدة كل الناس يستطيعون أن يقرؤون لكن سبحانه العظيم القرآن أمره عجيب ولذلك فالإنسان يعني أوصي نفسي وأنا المقصر وإخواني بكتاب الله عز وجل فإن أعظم ما يبتل به الإيمان النظر في كتاب الله عز وجل يقوي الإيمان يقوي علاقة الشخص بربه جل وعلا فالكتاب كله تقوي وأنتم الأعلون مهما رأى من أمور يعني تضره في خارج يعني خارج حياته إما في نقص دنيا أو نقص أمور يظنها في الدين إذا ذكر وعد الله عز وجل فإنه حينئذ يقوي إيمانه وتقوي علاقته بربه جل وعلا ويزداد طاعة ومن الطاعة العلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد ترجمة نانسي قنقر